هنا عندنا فنم كبار الهويس. كبار الهويس كان هذا الكبرى. كان طبعاً كبرى قديم ومتهالك وكان منخفض شوية. كان يأتي البرج يعد من تحته. كان يبقى شيئاً رصة واحدة. فهذا علشان المستثمرين وانا بدعوهم كلهم. علشان المستثمرين اللي كانوا بيقولوا ان احنا عندنا مشكلة في النقل النهري وعازين يعني نعظم النقل النهري علشان ده نقل رخيص ولا يلوز البيئة وواواوا. احنا كان لازم فنم ده. نرفع. عملنا كبرين جداد كان كبرى سطحي عادي ديك بريتش. ثم جينا علناه اتنين كبرى يا فنم. للسيارات. وبينهما طبعاً اعلى من يعني الكريرهايت بتاع المياه هنا يا فنم ده يسمح بعبور الصال اللي هو الاتنين اللي شاي الاتنين رصة فوق بعض. هذه الاتنين كبرى مع الكبرى للسكة الحديدة. الكبرى السكة الحديدة عشان وستك هشوف ده الوقت في الفتاح. عشان البرج يقدر يعدى وده موجود مش هينفع فكان لازم ده يتفتح ثم بعد كده يعد البرج وبعد كده يتقفل والسكة الحديدة تعدي منظومة بتدار بشكل دقيق جدا يوميا بيعدي لا يقل عن تلاتين لاربعين برج من ده وبيعدي تقريبا ما بين خمس لست اطرات لشحن الغلال فقط للدكتور عالم صلحي ووزارة التموين الى صوامع امبابة وده الصوامع الرأسية عندنا اللي بنخلل لها الامح ده نسبة تنفيذة فنم مية في المية وشغال وسادتك هتشرفه ده يا فنم العمارة اللي سادتك وتبسادتك وتقصرها العمارة يا فنم دي اتبنت في غفلة من الزمن على اراضي وزارة النقل على اراضي ميناء اسكندرية انا اسف فنم الميناء والمحافظة قعدوا يتخنقوا مع بعض ودخل واحد اعتدى على الارض واخذ الارض وبنى فيها هذا البرج طبعا الكلام ده فنم كله رجع للدولة والدولة خارت اتحققها واصبح ده ملكنا بالاراضي المحيطة حتى بيه كلها وتم استغلالها ده طبعا يا فنم ده المصب بتاع المجرى الملاح النهري الرئيسي في مصر لميناء اسكندرية اللي داخل على الترعة النبارية اللي جاب من كل من نهر النيل من اسوان حتى اسكندرية اشتركوا في القناة